خلينا أسأل بطريقة إيه الافتراضات اللي بيفترضوها وبحاول يوصلوها لألنا يعني إيه ممكن تشرح لنا عن بعض هنشرحهم بالتفصيل هما فيه افتراضين كبار قوي وهو الانتخاب الطبيعي والتفارات العشوائية معلش توضحها هنوضحهم بالتفصيل بس قبل ما أوضحهم بالتفصيل أعايز أحكي لك عن داروين وإزاي تكونت الفكرة دي عنه علشان ده هيساعدنا نعرف الخلفية التاريخية بتاعته داروين اتولد في جنوب إنجلترا في سنة 1809 ولما كبر شوية والده بعته لإيدنبرا عشان يدرس طب كان التخدير ما كانش متقدم في الوقت ده فكانت النتيجة أنه شاف عمليات عنيفة أو يبتر وحاجات فرجع لبابا وقال له لا أنا مش هدرس الطب فكان الحاجة المحترمة جدا الواحد يدرس لهوت فدخلوا في أكسفورد وكيمبريج عشان يدرس لهوت درس لهوت لكن لم يؤمن به وبعدين كان فيه رحلة اسمها رحلة البيجل طلع من إنجلترا أسف أنا ببتسم لأنه بعتول لأنه دي الحاجة الحلوة نحن اليوم اللي عاوز يدرس لهوت يعني الناس اللي مش نافع هي بتروح وتصف في المتل حالة لا لا إزاي بالعكس اللاهوت هو قمة المعلومات على فكرة اللاهوت هو قمة قمة العلوم الفكرة أنه ده كان الشيء المشهور قوي في جنوب إنجلترا في الوقت ده طلع بعد كده في رحلة البيجل دي كانت رحلة طلعة من إنجلترا لأمريكا جنوبية فكان الكابتن بتاع الرحلة دايما يبقى ليه مرافق يبقى فيه استواكدة فدارون طلع دارون كان عنده قدرة على الملاحظة ممتازة جدا ونقدر ذلك بشدة فراح لمنطقة اسمها الجلابيكاس آيلانز الجلابيكاس آيلانز لقى فيه طائر اسمه الفنش وطائر الفنش ده المنقار بتاعه مختلف من منطقة لمنطقة ففيه المدبب والمحدد والعريض والمقوس تبع نوع البزور والأكل اللي موجود في كل جزيرة فهو لاحظ الملاحظة دي فقال لك يبقى الطبيعة بتختار اللي يقدر يعيش فيها واللي ما يقدرش يعيش يموت وينقرد واللي يعيش يفضل يستمر ويتطور ويعيش ويستمر تمام؟ وده اسمه الانتخاب الطبيعي يعني الطبيعة بتنتخب بس في الوقت الطبيعة بتنتخب بما هو موجود هي ما خلقتش هي بتساعد الطائر اللي عنده الصفات المناسبة أنه يستمر وأنه هذا كلام سليم آه ده كلام سليم لأنه إحنا بنحكي على التأقلم يعني بيتكيف حسب المناخ وحسب المنطقة وبيتكيف لي لأنه فيه شفارات وراثية جواه بتساعده على كده دارون ما كانتش يعرف حاجة عن الجينات لأن الجينات جات بمندل بعدي فهو كان كل اللي بيبص عليه الشكل الخارجي والصفات الخارجية يسموه المورفولوجي تمام؟ وإحنا هنتكلم عن الانتخاب الطبيعي ده بالتفصيل الشديد قوي أنا بس بقول الكلمة دلوقتي لكن أثناء الحلقة هنشرحها بصورة أوضح وأوضح فرجع قالك طيب مدام الحكاية كده بقى يبقى كلنا جينا من شجرة واحدة كلنا جينا من حتة واحدة وابتدت تتفرع فعمل كتاب اسمه Origin of Species أصل الأنواع وفي أصل الأنواع ده ابتدى يقول أن كل الكائنات ابتدت تتفرع من هذه الشجرة وبعدين تجرأ وكتب كتاب تاني سمى أصل الإنسان Origin of Man فده كان بقى القنبلة الكبيرة أنه قال إن إحنا كلنا لينا جد تخيولي أعظم ومن الجد التخيولي الأعظم فرع تفرع للأرود والنسانيس وفرع تفرع للإنسان طبعا في الأول كان فيه مقاومة جديدة للرأي بتاعه وبعدين ابتدوا الناس يقبلوا هذه الفكرة لأن الفكرة دي بتحاول تفسر الحياة من غير وجود الله لكن لما تقول الجد الأعظم شو المقصود؟ إنه فيه جد تخيولي أعظم يعني إيه؟ يعني فيه مصدر واحد والمصدر ده اتفرع منه مجموعة بقى القرود والنسانيس ومجموعة بقى الإنسان وده طبعا اللي بعلموه في الجامعات ولكن الشيء المؤلم إنه ما بيخدوش حتى نظرية الكتاب المقدس يعني كجزء من العلم مثلا حتى يدرسوها لواء لكن بيتخلوا عنها كلية بالضبط لأنهم عايزين الاتجاه المادي المذهب المادي الطبيعي على المذهب الإلحادي إنه المادة هي كل شيء وكل شيء يفسر بالصدفة والزمن والقوانين الطبيعة وما فيش الله فهنشوف إذا كانت الحاجات دي تقدر توصلنا الحياة لا لا إحنا بنقدرس بطريقة منفتحة جدا فهندرس مع بعض ونشوف إذا كان ده فعلا بيفسر الحياة ولا ما بيقدرش يفسرها ترجمة نانسي قنقر